نخب في العلم وفي الفضل جاءونا في أجمل وصلي منحونا حبا يتسامى ووئاما يرفل بالبذل نخب في العلم وفي الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الحلقة الأولى من بودكاست أريد التقينا مع معالي وزير الشؤون الإسلامية في المالديف معالي الأستاذ الدكتور أحمد زياد باقر حدثنا حقيقة حول أمور كثيرة جميلة متميزة في المالديف منها حدثنا حول موضوع إسلام في المالديف كيف دخل الإسلام إلى المالديف كيف تحول هذا البلد إلى بلد مسلم بالكامل 100% حدثنا أيضا حول اهتمام الشعب المالديفي باللغة العربية ما سبب الاهتمام باللغة العربية وأنا لاحظت هذا شخصيا هذه زيارتي الأولى المالديف لاحظت حقيقة اهتمام هذا الشعب وحبه للغة العربية الجامعات والمراكز البحثية الكليات فرص التعاون مع الباحثين كيف يمكن نستفيد من عندها ما هي فرص التعاون البحثي حقيقة أيضا حدثنا حول ظاهرة التحدث مع متخذي القرار حتى سهولة التحدث مع الوزراء مع الحكومة مع رئيس الحكومة يمكن تلتقي به في مسجد في جامع في جامعة وتحدثه وتطرح مثلا فكرتك حقيقة هذا أمر قد نستغربه في بلداننا مثلا ولكن هنا الموضوع سهل الشعب المالديفي شعب بسيط يرحب بالضيف ويحتفي به حدثنا أيضا حول اهتمام المالديف بالتقنيات يعني الآن في انفتاح حول موضوع التقنيات الحديثة وموضوع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودجتال تانسفورميشن حدثنا حول المهارات المهارات التي يركزون عليها لتدريب الطلبة منذ الصغر أيضا حدثنا حول موضوع التعاون العلمي واستضافة المؤتمرات في هذا اللقاء بإذن الله تعالى ووجه بعض الرسائل للعلماء والخبراء والباحثين ورأيه في منصة أريد العلمية وكيفية الاستفادة منها وشكر حقيقة مجتمع الباحثين في المنصة وسألناه بعض الأسئلة الشخصية حول التحديات الشخصية حول تحدياتها في الوزارة حول تحدياتها أثناء الدراسة في البحث العلمي فتفضلوا استمعوا معنا لهذا اللقاء الأول بودكاست أريد نرحب بمعالي وزير الشؤون الإسلامية السابق الدكتور أحمد زياد باقر وموافقته على أجراء هذا اللقاء لقاء في استضافة مفتوحة ودية نتحدث فيها عن المالديف نستفيد من تجربتكم في المالديف في البدء حقيقة يعني أحب أعرف تعريف شخصي من هو الدكتور أحمد زياد باقر لو تحدثنا حول الاسم العائلة المراحل العلمية التي مرلت بها نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبههم بإحسان إلى يوم الدين أولا أشكر مرسة أريده أن نتيح لي هذه الفرصة المباركة ولد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا يعني تعريف عن المالديف وعن حركة العلمية في المالديف طبعا أنا بدأت العلمية للمراحل علمية هنا في المالديف في المدرسة العربية الإسلامية ومن ثم مأحد الدراسة الإسلامية التي أسسها في ثمانينات وبعد ذلك أكملت الدراسة الثانوية وبعد ذلك كانت الفرصة المطاحة في التسعينات المنح كانت في دول العربية وكانت نسيبة ناجات لليمن في اليمن في بيكلوريوس وماجستير درست في اليمن في صنعها وبعد ذلك عملت بعدد ماجستير سنة هنا في المالديف كمحاضر وأعميد كلية الشرية والقانون في كلية الدراسة الإسلامية وحاليا هي جامعة الإسلامية في المالديف طبعا بعد ذلك نهاية 2005 التحقته بجامعة ملايا من نجل مواصلة الدكتورة وبفضل عز وجل تم المراحل الدكتورة وبعد ذلك كنت تعميدا في كلية الشرية والقانون هنا وبعد سنتين الحمد لله يعني يعني عين يعني 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 محاضر محاضرا في جامعة الوطنية في كلية الشرية والقانون نعم وبعد ذلك عين أم 2014 مديرا للمدرسة العربية الإسلامية وبعد ذلك 2015 عين وزيرا للشؤون الإسلامية وهذه نبذة بسيطة عن حياتنا العلمية والخدمية في البلد طبعا وبعد ذلك ممكن نتحدث عن المراحل العلمية المراحل العلمية التي رأيناها في الكتب التاريخية في المالديف طبعا بعد أن أسلم الملك آنذاك السلطان المالديف وهو أسس هي تقريبا تسعمية يعني تسعمية وثمانين تقريبا ميلاد طيب دكتور متى دخل الإسلام إلى المالديف لو تحدثنا حول فترة الانتقالة يعني ما هو الدين السابق وكيف دخلوا كم عدد المسلمين هنا في المالديف المالديف دخل الإسلام ليس مرة واحدة وليس فجأة واحدة وهناك رواية تقول مناطق الجنوب أسلمت يعني لكن الرواية متأكدة أن هناك شخص اسمه أبو البركات يوسف البربري وهذه روايات تذكر ابن مطوطة في كتابه أبو البركات يوسف البربري وهو من المغرب عندما زار مالديف ووجد يعني الناس يعبدون الأصنام ثم هو بفضل الله عز وجل ثم بفضله أسلم السلطان نذاك وبعد أن أسلم غير اسمه إلى محمد بن عبد الله وهذا كانت في سنة خمسمائة ثمانية وربعين هجريا يعني ومن ذلك اليوم هو بنية أسس مسجدا اسمه مسجد درمونتا والمسجد لا زال موجود وهذا المسجد تعتبر أول معحد أو أول مدرسة بتعليم القرآن والخروف العربية في المال طبعا هو أسبح أول معلما في المالديف أبو البركاتي يوسف البربري ومن طبعا المالديف كان هناك زوار عرب زيارات كثيرة بعد أن أسلمت أهل المالديف طبعا بعد أن أسلم ملك وهو أمر لشعبه أن يسلم طبعا وبذلك أسلم جميع أهل المالديف بناء على طلبه هو ثم بعد ذلك أسس مسجد جمعة أمام قصر الملك آنذاك طبعا هذا المسجد تعتبر يعني كمدرسة ثانية بتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم في خلال هذه الفترة الماضية طبعا في أيام سلطان إسكندر هو تقريبا هذا كانت عام 1675 وهو أول من تعتبر أول من بدأ التعليم كنظام أساسي في المالديف طبعا مسجد الجمعة تعتبر أول مدرسة بعد ما درست بعد مسجد دارموانت يعني تعتبر مسجد بتعليم اللغة العربية واللغة المالديفية ولزوم من الرياضيات ما نسبة المسلمين في المالديف معالي الوزير كلهم مسلمون كلنا الحمد لله مسلمون عدد السكان خمس خمسمائة ألف خمسمائة خمسمائة وخمسين نسمة وكلنا مسلمون طبعا من هناك شيء عجيب دكتور سيف لأنه كان فترة الاستعمار الذي مرت في المالديف في هذه الفترة كان شخص اسمه محمد جمال الدين هو رحل إلى اليمن هو من المالديف وجلس في حضرموت وتعلم من علماء الحضرموت بعد استقلال من البرتغاليين عاد إلى المالديف وتعتبر هذا أول مالديفي تعلم في الخارج درس في الخارج وأتى إلى المالديف بدأ عن علوم الشرعية واللغة العربية في المالديف طبعا أيام الصلاطين أيام الملكية في المالديف حتى خطبة الجمعة كانت تخطب باللغة العربية حتى الوزارات كانت باسم أسماء الوزارات كانت باسم أسماء العربية مثلا وزارة المعارف وزارة الأوقاف وزارة الحقانية وهذه كانت أسماء الوزارات الموجودة سابقا. بعد استقلال البريطاني عام 1965 وتغيرت النظام التعليم إلى توجهة النظام طبعا هذه التعليم اللغة الإنجليزية انتشرت أكيد أيام الاستعمار البريطاني وبعد الاستقلال كثرت المدارس ودخول الناس إلى المدارس النظام وهذه كانت البداية المدارس ونشر العلم لكن شيخ محمد جمال الدين ما عنده أي كتب لكنه ألف الرجال ولهذا السبب هو في جنوب المالديف خاصة في جنوب المالديف يعني كثرة العرفين وكثرة الحفاظ في هذه المناطق ولا زال خاصة في جانب القضاء يعني لهذا السبب كثرة في المناطق الجنوبية يعني هو أنا ذاك ملك محمد تكرفان طلب منه أن يجلس في المالديف كونة واليا أو قاضيا في عاصمة لكنه رفض بذلك هو طلب من الملك أن يفتح له مجال بتعليم الناس علم الناس وبذلك هو رحل إلى منطقة من مناطق الجنوب جزيرة اسمه اسمه وادو وجلس هناك وتعلم الناس اللغة العربية فقه وهذا هو السبب الذي نشرت الفقه الشافعي في المالديف هنا المعتمد هو الشافعي قبل ذلك كانت المالكية طبعا مغاربة هم الذي أدخل الإسلام في المالديف طبعا وهذا السبب ثم بعد ذلك بدعت الناس الخروج إلى الدول العربية خاصة إلى مصر ثم بعد ذلك إلى السعودية اللغة العربية وبدعت للناس وافدوا إلى المالديف ومن الناس الذين عندهم عندهم حركة علمية في المالديف والشيخ هو شيخ شيخ محمد جميل وشيخ جلال الدين طبعا هم درسة في الأزهر ولهم نشر العلم يعني في بداية السبعينيات وتسعينيات هل يوجد كتاب تأثرت به؟ هل شخصية معينة؟ كتاب معين تأثرت به؟ كشخصيات يعني كثيرة تأثرت في حياة العلمية في الحقيقة كنت أحذر وعجبني كثيرا وربنا أكرمني من العلماء وله يعني 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 توجهاته من ناحية العلمية تأثرت وكنت أحذر عنده أدرس عنده بحلقات علمية شيخ محمد بن اسماعيل العمراني المفتي الدير اليمني سابقا وكذلك شيخ علي سالم البكير ومفتي حذر موت وأعتقد لا زال حي وشخصيا عجبني كثيرا في الحقيقة يعني من ناحية العلمية وتجربة أهمية العلمية وخاصة في مجال الفقه تعثرت بكثير وكذلك هناك بعض الشخصيات على مستوى العالم من بعض العلماء الفضلاء في الخليج مثلا شيخ عيض قرني وكنت يعني قرأت الكتاب لا تحسن عدة مرات يعني وترجمت ترجمت بعض الكتب إلى اللغة المحلية يعني مثلا كتاب يفتح نجاح يفتح نجاح وترجمت إلى اللغة العربية يفتح نجاح وترجمت ونشر باللغة المحلية منشور وكذلك يعني وزير الأوقاف في السودان السابق د. إحسام البشير وشخصياتي يعني الحمد لله يعني وأيام كنت طالبا كنت تأثر في الحقيقة في في مجال الفقه بذلك بكتب كتبه وعشره تطبيقه خاصة في مجال الفقه الخلاف كتابه أقرأت عدب الخلاف تقريبا د. صالح بن حميد إمام الحرم المكي تقريبا هو رئيس الحرم المكي والحمد لله أزوجه يعني أنا لي يعني أقرأ كتب كثير وأطلع على المحاضرات والدروس يعني العلماء كثيرين يعني وعندما أفتي بالناس هنا في المالديف غالبا أنظر إلى الأجمع بعين الفتاوى المعاصرة والفتاوى القديمة خاصة في كتب أو الفتاوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه رحمه الله عليه وغالبا معاصرين أو من المعاصرين يعني موقع تابع الوزارة الأقاف القطرية إسلام ويب نعم إسلام ويب نعم إسلام ويب وكذلك بعض العلماء المعاصرين من السعوديين والشيخ بن عثيمين يعني تأثرت بكثير في القضايا خاصة قضايا الفقهية وشيخ بكرا بوزيد يعني نعم رئيس مجلس الإفتاء السعودية والشيخ صلاح الدين طبعا الشيخ صلاح الدين هو له حركة علمية أكثر حركة علمية من أقدم العلماء في المهديف طبعا الشيخ صلاح الدين اشتهر بأنه ترجم السيرة النبوية إلى اللغة المحلية طبعا هو كتاب اعتمد على الكتاب الشيخ زيد دان نحلان شيخ أحمد دحلان شيخ أحمد دحلان وكذلك كثير من السيرة النبوية أولفة باللغة العربية اعتمد على هذه الكتب السيرة النبوية وترجمها إلى اللغة المالديف ولا زال اللان أكثر من خمسين وستين سنة ولا زال يعني ونحن كنا في الصغار نسمع في كل سنة سنويا في شهر رمضان يذيع نداعة المالديف بترجمته يعني سيرته نعم أنا حقيقة هذه زيارتي الأولى للمالديف وجدت اهتمام بموضوع اللغة العربية يعني الناس حقيقة تحب اللغة العربية تتحدث اللغة العربية تفتخر باللغة العربية حتى الذي لا يجيد التحدث ويقول أنا أفهم اللغة العربية ولكن لا أستطيع رد فما هو السبب في ذلك يعني ما سبب اهتمام هذا الشعب باللغة العربية وحبه للغة العربية السبب قرب قرب إلى الدول العربية وهذا واحد الشيء ثاني يعني وجود العرب نعم من قديم الزمان موجود وكذلك حب للإسلام وحب للقرآن ومن أسباب ذلك هو أهل المالديف يرغبون أن يعرف معاني القرآن الكريم كل مالديفين يعرفون يقرأ القرآن نعم وكل الناس ناس يعرف يقرأ لكن هم يرغبون أن يفهم ماذا يقول في كتاب الله عز وجل هذا هو وكذلك الحب للعرب أهل المالديف يحبون العرب نعم لأنه سبب الذين يعني السبب الرئيسي هو عربي أسلم أهل المالديف وكذلك يعني صلاطين أيام الصلاطين هم اهتموا باللغة العربية نعم يعني جعلوا المادة اللغة العربية كأساس نعم وهذا وشيء الآخر يعني وجدت أنه الرئيس الثاني في بعد أن حولت من النظام الملكي إلى الجمهورية ورئيس الثاني أو الثالث تعتبر يعني وهو خريج الأزهر نعم وهو يتحدث باللغة العربية بتلاقة كتابة قراءة وكتابة يعني مجستير حصل للمجستير من الشرية والقانون من جامعة الأزهر ويحب الطلع اللغة العربية وجلوس والعرب هذا هو سبق لأنه كان في فترة في حكمه يعني في كل رمضان سنويا يتي من العلماء الأزهر ويلقي المحاضرات باللغة العربية هناك مترجمين يترجمون إلى اللغة المهلية سنويا ولا زال هذا البرنامج يستمع في كل رمضان نعم لو تحدثنا حول التحديات ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم قد تكون تحديات شخصية أو قد تكون حتى تحديات أثناء الحقيبة الوزارية أثناء يعني الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية ما هي التحديات التي مرضتم بها للاستفادة منها أكبر التحديات أكبر التهدي طبعا نحن الوراء حولنا كل ما عندنا كل الدول أقلب الدول أغلب الدول التي حوالينا هي غير المسلم وأقرب دولة لنا تتبر عمان وباكستان والإمارات بهذه الدول طبعا هناك حاملة شديدة على الملديف على الإسلام خاصة يعني من بعض الجماعات التنصيرية وهذا شيء ثاني هناك تحديات للشباب يعني بسبب الوجود تعرف للشبكات الإعلامية حاليا يعني تنشر يعني من اللغات المختلفة يعني بتشبيح يعني بصمعة الإسلام يعني والشباب الملديفين يعني هم يعني يحتاج توعيد للشباب للإسلام والأفكار يعني يعني ابتعادهم عن الأفكار الهدامة يعني خالبا بهذه هو السببين الرئيسيين وجود تحديات يعني وكذلك هناك أكيد تحديات الأخرى الذي يواجهون الذي يواجه للأمة الإسلامية لا شك نحن جزء من أمة الإسلامية ولا شك هناك إذا هناك يعني إذا هناك يعني أن الملديف يعني توجد بهذه التحديات نعم طيب لو تسمح لي بسؤال حول الجامعات يعني لو تحدثنا ما هي الجامعات هنا ما هي الجامعات الحكومية الخاصة أسماء هذه الجامعات كيف نصل إلى هذه الجامعات نعم تفضل طبعا الجامعات هنا تابعة الحكومة طبعا كل الجامعات الجامعة الإسلامية طبعا الجامعية الإسلامية تعتبر من أقدم موسسة علمية أقدم من الجامعة الوطنية نعم طبعا جامعة الإسلامية كموسسة تعتبر عسسها عام 1982 1982 كمؤسسة علمية وكانت اسمها معحد الدراسات الإسلامية ثم نهاية التسعينات أنشية نقلة المعحد كان موجود ولكن أنشية فرعا لها كلية الدراسات الإسلامية وأصبح ذلك فرعين فرع نظام المعحد الطالب يدرس مرحلة الثانوية ثم تلتحق دراسة علمية لكلية الدراسات الإسلامية أن ذاك كلية لها ثلاثة قسم أقسام قسم الشرية والقانون قسم علوم القرآن قسم التربية الإسلامية كل المجالات تسب على بنات الرجال خاصة في مجال التعليم ثم في مجال القضاء ثم بعد ذلك 2004 تقريبا أنشية جامعة الإسلامية بنفس المكان هذا المكان الحالي موجود الجامعة الإسلامية هي نفس المكان نفس الموقع الذي أنشية فيها قبل 30 أو 40 سنة لماحد الدراسات الإسلامية نفس المكان اسم تغير ثم الجامعة الوطنية الجامعة الوطنية تقريبا نهاية الثمانينات أنشية كلية أو مركز تدريب المعلمين أو ماحد تدريب المعلمين وتطورت إلى الأقسام وتطورت إلى كلية أخرى ثم تجمع بهذه الكليات وهذه الفروع إلى جامعة وأصبح جامعة الوطنية المالدفية هذه الحكومية ماذا عن خاصة الجامعة؟ هناك جامعات ليس جامعات كليات هناك كلية الذكرى العالمية وكلية الفيلا وكلية إيفيد وأيضا هناك كليتين إذن مصطلح الجامعة هو فقط للجامعات الحكومية أما الكلية فهي للجامعات الخاصة وكل المراحل الدراسية فيها؟ كل المراحل الدراسية الموجودة في الكليات فقط تسمح تدريس إلى مستوى الماجستير أما الدكتورة فقط تسمح في الجامعات كل الجامعات موجودة في نظام البحوث وسنويا تقام يعني متمرات وندوات المياه سنويا تقام في الجامعة الإسلامية وكذلك الجامعة الوطنية وتقريبا الآن في الشهور القادمة الجامعة الإسلامية ستقام إن شاء الله المركز أو المتمر البحوث العلمية طيب ما هي فرص التعاون البحثي مع الباحثين؟ يعني نحن في منصة أريد لدينا نخب علمية من الباحثين العلماء الخبراء كيف يمكن أن يستفيدوا من الجامعات من المراكز البحثية الموجودة في المالديف؟ أشك أن المالديف لها ميزتها في مجال خاصة في مجال البيئة إذا الناس لهم رغب الدراسة في مجال البيئة وهناك مراكز مختصة بذلك وكذلك لمن يرغب له بحث عن المجال البحر هناك بعض البحوثات كتبت بعض الباحثين الأوروبيين زاروا المالديف وكتبوا عن البيئة وكتبوا عن البحوث عن نظام البحر وكذلك تعرف الأخوة خاصة الأخوة المسلمين العرب لو عنده رغبة بذلك نحن نعرف أن القرآن الكريم لها ميزتها ولها نظام خاص ما يسمى العجازة العلمي في القرآن الكريم لمن يرغب بذلك في فرص متاعف المالديف العجازة العلمي في البحر العجازة العلمي في البحيرات ونحن عندنا بحيرات كثيرة في كل الولاية لها أكثر من بحيرة عذبة وهذه فرص فرصة كبيرة كذلك الأمطار وهذه الفرصة لمن يرغب بذلك بتنسيق مع الكليات الموجودة أو مع التنسيق مع الجامعات الموجودة الزراعة الزراعة كذلك الصحية والأسماك أيضا موجود حتى الآن لم ما كتبت ما أعتقد لكن هناك بحوث قديمة كتبت عن الإجازة العلمي في البحر المحيطات لكن حديثا ما أعتقد هناك كاتب سعودي حديثا تقريبا قبل 20 سنة هو أعتقد زار المالديف وكتب عن يعني عن المالديف خاصة في بعض القصص التي يذكر في سورة الكهف هو زار وكتب عن بذلك بعض يعني نظام الرحلة أو طريقة الرحلة ويذكر عن القصة ذو القرنين يعني رحلته هو ذكر قصة ذو القرنين رحلته من من المصر تقريبا يعني طريقه إلى الصين أو إلى أقصى الشرق يعني هذه فرصة موجودة يعني هو يعني الحكومة أنا ذاك يعني أطاه لها الفرصة وتعاون معه بذلك بهذا البحث البحث نشرت موجود في المكتبات وهذه فرصة يعني هناك إدت مجالات يعني خاصة في نحن مسلمين دولة إسلامية ومجالات موجودة مثلا ممكن تكتب عن الرحال المسلمين الذين زاروا إلى المالديف يعني قبل ابن مطوطة هناك علماء زاروا كثير يعني كذلك أيضا نظام التعليم يعني أهل المالديف ليسوا عرب لكن تنتق عربي كأنه عربي خاصة القرآن الكريم في مجال القرآن والسنة هناك مجالات كثيرة الباحثين العرب ممكن تستفيد في المالديف في الجامعة المالديف ونحن نشكر لمن له رغبة بذلك وإن شاء الله سنقوم بالتعاون لمن له رغبة بذلك بالتعاون في الجامعات مع الكليات يعني بذلك خاصة في مجالة الطب الحكومة اللان حكومة حاليا اللان ترحب بذلك لمن له رغبة بكتابة البحوثات في مجال الطب في مجال الاجتماعية نعم خاصة في مجال الأسرة يعني هذه فرصة لمن يعني بالتنسيق مع موسات الحكومية في فرص كثيرة بكتابة البحث أنا لاحظت ظاهرة غريبة يعني لو تسمح لي أنه هنا الوضع سهل التحدث مع متخذير قرار مع الوزراء مع المدراء يعني مثلا أنا أذهب إلى المسجد وألتقي بوزير وأحدثه طيب يعني كيف تفسر لنا هذه الظاهرة حقيقة ظاهرة أنا في البداية يعني يعني استغربت هذه الظاهرة ولكن رأيتها أن الشعب المالضيف شعب بسيط وحتى الحكومة يعني تلتقي بالناس أي شخص يمكن أن يزور الوزراء ويتحدث معهم فكيف تفسر لنا هذه الظاهرة طبعا هذا شيء جميل كما تفضلت به كثير من الزوار الزاهرين إلى المالضيف يذكر هذه الميزة موجود طبعا تجد وزير أو نائب الوزير تجد ممكن تشرب شاي في مقهى وممكن تأكل في مطعم هذه هذا الحمد لله موجود بهذا الظاهرة يعني كان بسبب النظام الاجتماعي موجود هذا شيء جميل يعني نعم نطيف طيب هل يوجد اهتمام بالتقنيات بالتقنيات الحديثة في الماضي موجود 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 هذه نظام الالكترونيات أو حديثة خاصة في المدارس يعني هناك بعض المدارس تدرس بذلك يعني بعض المدارس الخاصة يعني تدرس بنظام التكنولوجيا واستخدام بعض الأحداث مثلا هناك بعض المدارس الخاصة تدرس طلابها بهذه النظام خاصة تعرف على الروبوتات طيب ما هي المهارات التي تركزون عليها للطلبة في المدارس؟ هناك قائمة في بناء الطلاب في المدارس خاصة في المناهج الطالب لما تدرس مناهج المدرسة بشكل عام في جميع المواد الدراسية وتتركز على النمو الشخصي وتتركز على ذلك كذلك بنفسه أن تواصل دراسات العليا في مجالات المختلفة والتعامل مع الأشخاص والتعامل مع النظام التكنولوجيا الحديثة وكذلك المجالات الرياضية كل الفنون أو الرياضة موجودة الطالب في مدارس الفصول الدراسية تدرس في الصباح وفي المساء الطالب ممكن تدرس في مجالات الرياضية أو لمن يرغب بذلك وكذلك العمال الحرفية باليدوية وهذا أيضا موجود مثلا حندسة كهربائية ميكانيكية والكهربائية وكذلك الإلكترونيات يعني كل هذا موجود مدرسة خاصة بذلك الطالب الذي له رغب بذلك بعد الصف العاشر وممكن تلتحق بهذه المدارس بتعلم طلاب ذلك هل تهتمون بمهارات التفكير النقدي التفكير العلمي الواحف الصغير الدفاع المالي هذه الأشياء موجودة في المراحل دراسة العليا العليا نعم لكن هناك بعض المدارس الخاصة تعنى بذلك نعم لأنني كنت في ماليزيا ماليزيا منذ الصغر يعلمون الطالب يعني هذه المهارات يعني مهارات تفكير الناقض باعتبارها مهارة مهمة جدا هذه المهارات هذه النظام موجودة في الطالب لما تحقل الجامعات والكليات تدرس بذلك رسالة توجهها مع الوزير إلى العلماء الخبراء في منصة تريد أو حتى النخب العلمية حول العالم السؤال مهم جدا وأرجو أن تكون كذلك أنتم أيضا منكم أطلب أن لا تكون هذه زيارتكم الأخيرة وكذلك الإخوة لمن يرغب بالزيارة إلى المالديف خاصة في مجال السياحة لمن يرغب البحث بذلك يعني أن لا هناك نظام أو المنهج خاص أو التخصص في مجال العلمي نظام السياحة كنظام إداري كنظام مالي وأن لا أنشي حديثا أن النظام السياحة عالمية وأصبح الآن تدرس في المدارس هنا في المالديف والجاميات في الكليات وأكيد هناك بعض الدول العربية والإسلامية تدرس تعنا بذلك وهذه فرصة أيضا لمن له رغبة بذلك بالبحث في مجال السياحة وكذلك مجالات الأخرى اجتماعية والأسرية والسياسية وكذلك في مجال الطب وأرجو من الإخوة اللي عندهم رغبة بذلك بالتواصل مع مؤسسات العلمية في المالديف أن تقام المؤتمرات والندوات وهذه فرصة موجودة يعني تقصد الباب مفتوح للتعاون واستضافة مؤتمرات وأحداث علمية في المالديف هذا الذي تقصده طيب على الصعيد الشخصي لو تسمح لي أن أسألك تحدي شخصي مررت به لكن في أيام الدراسة طبعا لما كنا في الدراسة في اليمن بعض الأحيان مش لكل مرات نظر الأحيان يعني تشعر يعني ببعد عن الأسرة ببعد عن البلد تعرف المكاني طبعا أنا كنت وحيدا من المالديفين في اليمن لكن الإخوة المالديفين وطلاب كان في دول الجوار كثيرة مثلا في مصر والسعودية والإمارات لكن هناك بعض الدول الخليج يعني ثنين أو ثلاثة من المالديفين والحمد لله كان فرصة جيدة وتعلمت أشياء كثيرة وتعلمت يعني كيف نتعامل مع الناس والأمور وهذه وتعتبر أكيد هي يعني فرصة جيدة ربنا أكرمنا بذلك الزيارة إلى المناطق أثرية في اليمن والتقاء اللقاء مع العلماء والمفكرين يعني الجامعات وهناك أنت طبعا في الحقيقة يعني حثني بذلك أن هناك بعض المخطوطات القديمة في اليمن وهذا السبب الذي جعلني بالبحث في مجال البحوث البحث العلمي طبعا بعد الدراسة في المراحل العمل المختلفة تأكيد يعني تختلف عن المراحل الدراسية عن مراحل العمل تختلف طبعا أكبر تحدي الذي واجحنا في الأيام الذي كنا في الوزارة وهو قلة الكوادر الموجودة طبعا نحن شعب هذا السكان قليل وهذا هو السبب تقريبا تركز على يعني تعتبر باب واحد ممكن تدخل لك أشياء كثيرة بهذا الباب يعني أدم وجود كوادر يجعل لك مشكلات الكثيرة لكن بفضلها عز وجل الحمد لله يعني يعني قمنا بأشياء ممتازة في هذه الفترة قمنا تقريبا ثلاثة مؤتمرات في هذه الفترة مؤتمر بتنسيق مع جامل الإسلامي المدينة المنورة والمؤتمر يعني بتنسيق مع بعض المفتين زاروا يعني مندوب من المملكة العربية السعودية ومفتي المصر عن ذاك ومفتي الأردن ومفتي السودان يعني ومفتي المالديف وكذلك قمنا مؤتمر بالتنسيق مع مركز الوسطية في الأردن وبتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والحمد لله يعني كلها ناجهة بفضل الله عز وجل ما موضوع الأطروحة في الماجستير والدكتوراه؟ ماجستير كتبته عن منهج القرآن الكريم عن الإسلاح الأوضاع الاجتماعية إسلاح الاجتماع في الإسلاح المجتمع لكن في الدكتوراه كتبت عن المالديف يعني فقه خصص بالفقه يعني منهج التعامل مع المسائل الخلافية المالديف نموذجاً لو تحدثنا حول منصة أريد كيف رأيت هذه المنصة هذا المشروع هذه الجامعة أثناء ما أخبرتكم وحدثتكم حولها؟ لا شك هذه الأعمل مبارك جداً نصر الله تبارك وتعالى أن يجعل في ميزان حسنات المنقام عليها نصر الله تبارك وتعالى أن يبارك أن يوسع في هذا المجال مجالات العلمية المختلفة والشيء الجميل أنه ليس هناك محصور في مجال معين أما هناك مجالات مختلفة في شعون الإلمية في شعون الإسلامية اجتماعية فكرية أدبية في مجال الطب شيء جميل جداً وخاصة الإخوة الآن كما علمت كما علمت أن الإخوة الآن تساعي لإنشاء جامعة البحثية جامعة أريدو وأتمنى إن شاء الله أتمنى للإخوة ولمن أسمع بهذا البرنامج أن يفتح للإخوة أن يشارك للإخوة أن يحقق أمنياتهم بهذا وهذا لمن له رغبة بذلك أكيد في كل الدول العالم خاصة العالم الإسلامي عالم كبير له رغبة بذلك أكيد هناك عدد كبير من الإخوة يرغبون مواصلة الدراسة العلية خاصة في مجالات المختلفة في مرحلة الميجستير ودكتورة وأكيد إن شاء الله الجامعة بعد تأسيسها وتسعى بذلك لتحقيق أمنيات الإخوة بذلك يعني شيء جميل هي لم تركز على مجال معين واحدة مجالات مختلفة وشيء آخر هناك ممكن أذكر هناك عدد كبير من الإخوة مشاركين من الباحثين في تقريبا أكثر من مئة ألف شخص مشاركة بها ولن كما علمت أن المالديف أصبح جزء من الأخوة أعدد من الأخوة بأحدين مالديفين وشيء جميل جدا يعني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم بهذه الأمل الطيبة المباركة ربنا يكرمكم ويجعل هذه إن شاء الله مباركا لخدمة للأمة الإسلامية شكرا جزيلا بارك الله فيكم لقاء ماتع مفيد نستفيد من عنده في الإطلاع على التجربة العلمية والبحثية وكذلك الشؤون الدينية في المالديف وإن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا لكم على حسن الضيافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته